المسيح هو الذي أعلن عن طبيعة عن جوهر الله والمسيح اتكلم وصرح بنفس الكلمات اللي قالها يهوى في العهد القديم مثل مقال المسيح أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة وهذه الكلمات لا تطلق إلا على الله فقالها المسيح يسوع تعرفوا حبائي حتى اليهود فأيام المسيح فهموا أن كلمة ابن الله تعني المسواة بالله وهذا كان مفهوم اليهود لأنه عدة مرات حاولوا أن يرجموا يسوع المسيح لأنه قال عن نفسه هذا الشيء أعطيكم بعض الأمثل مثلا الرسول يحنى بقول كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا فهون بيتكلم عن مولود من الله لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا فإذا كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة إيمانة ثم بيستمر بقول البشير يحنى من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله يسوع هو ابن الله ثم لاحظ يحنى بيتكلم عن الشهادة شو يعني الشهادة؟ أن كل مسيح بيشهد أن يسوع هو ابن الله كما قال بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي وعلى أساس هذا الإيمان هذا الإيمان المخلص وهذا هو أساس العقيدة المسيحية وهذا هو الإيمان المسيحي الذي كله بيرتبط أنه مجيء المسيح ليقدم الفداء الكامل كابن الله كابن الإنسان اتحاد كامل في اللهوت والنسوت حتى يقدم هذا الخلاص الكامل هذه هي الشهادة المسيحية اسمع ما يقول الكتاب من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه الآب شهد قال هذا هو ابن الحبيب له اسمع فالآب شهد للابن وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه الذي يؤمن بالابن له حياة الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ثم ليس بس بيعطي الحياة بيعطي التأكيد الخلاص من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله في يحن الأولى صحاح 2 شو بقول لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن بيرفض الحق هذا روح ضد المسيح بينكر الآب وبينكر الآبن كل من ينكر الآبن ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا يحنى عشرين ثم قال لتومة هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا أجاب تومة وقال له ربي وإلهي قال له يسوع لأنك رأيتني يتومة آمنت طوبة للذين آمنوا ولم يروا وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه في يحنى الأولى إصحاح أربعة آية خمسة عشر من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله يحنى إصحاح خمسة آية واحد وعشرين لخمسة وعشرين لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء هم نشوف أن المسيح له الأعمال الإلهية عمل الابن يقيم ويحي في آية اتنين وعشرين لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن منشوف هون الابن الديان لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله منشوف هون الإكرام الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله في مجيء الثاني والسامعون يحيون اشتركوا في القناة